ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن هاني العجيزي مدرب فريق نادي سراميكا اللي قال كلام كتير مهم جدا ورسالة للكابتن وليد سليمان اللي بنودعه لكن مستمرين معاك كابتن ايمن في هذه الاسناء بينضمي لي واحد من لجوه الشابة والصعيدة في النادي الاهلي حمزة علاء حارس مرمى الفريق النادي الاهلي حمزة برحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي وكان موسم صعب لكن الختام النهاردة بنفوز بأربع أهداف اعتقد كتمرحلة صعبة دايما متعودين جوه النادي الاهلي ان احنا دايما هدفنا المركز الاول وما عندناش اي بديل تاني طبعا في الاول الحمد لله على اول مشاركة لها مع النادي الاهلي في الدوري ده يوم بالنسبة لي يوم تاريخي يعني فدي حاجة النهاردة كان يوم كبير بالنسبة لي وان شاء الله الموسم الجاي نقدر نفرح جمهور الاهلي ونعوضه على اللحة صلى الموسم ده بإذن الله حمزة الروح اللي ما بينك ما بين مصطفى شبير ما بين علي لطفي ما بين الكابتن محمد الشناوي اعتقد فيها كلام كتير جدا يتقل هو احنا مش احنا عيلة احنا الارباعة عيلة مع ميشيل كنا عيلة برضو ومع لوبو برضو عيلة ويعني ما فيش اي حاجة هتغير الموضوع ده احنا يعني احنا كلنا حبايب وكلنا طبعا فيه فرق سن وفيه فرق حاجات كتيرة بس احنا واحنا مع بعض ما بنحسبش الحاجات دي خالص وكلها علاقة كويسة ومنافسة شريفة يعني الحمد لله دايما بتبقى من اللحظات التاريخية اول مباراة بالرسمية بالنسبة لك لحظة نزولك الارضة الملعب كان ايه الاحساس ايه اللي بيدور في دماغك بتسترجع الزكرياتك وتاريخك مع دخولك قطاع النشئين في النادل اهلي وانا اقول مفاجأة يعني اعتقد انت هتوفقني انت لما دخلت النادل اهلي او قطاع النشئين في النادل اهلي كنت داخل مش حارس مرمد كنت داخل راس حربة كلامي صح ولا لا اه في الاهلي بدأت حارس مرمد بس انا قبل قصة ما ابا جون انا كنت فعلا راس حربة زي ما بتقول وحصل لي بقى زي اللي احنا بنقر عنه من دول الجوم بتاعنا تصاب وانا وقفت جون ومشيت بقى زي ما مشيت فطبعا الحمد لله دي تطبيل ربنا ما حدش يقدر يتدخل فيها خالص وده نصيب يعني الحمد لله الماخيرة ورسالة للكابتن وليد سليمان اللي احنا بنفتقده والجماهير النادل اهلي كلها بنفتقده والله يا كابتن وليد سليمان يعني هو عارف هو بالنسبة لي بصراحة هو من اول ما طلعت الفريل اول وهو محتضني ودائما محسسني ان انا في حد في ظهري في النادي وان انا لو حصل لي لو حسس بمشكلة متضايق زعلان اي حاجة انه هو دائما متاح ان انا روح اتكلم معاه وهو بصراحة مش محسسني انا بس كده ومحسس الفريل كلها بكده وتحسه يعني الاب الروحي كده للناس كلها ودي حاجة تتحسيب له بصراحة وانا عايز اقول له ان احنا ان هو هيوحشنا جدا جدا مش احنا بس كالعيبة وجمهور النادي الاهلي احنا يعني الكرة المصرية عموما هتوحشها جوهرة زي كابتن وليد سليمان ودي حاجة يعني هو الشخصية دي ما بتكررش كتير في الكرة ما بتكررش كتير في الحياة عموما فدي حاجة انا عايز اقوله له وعايز اقوله ان ربنا يوفقه يا رب في الخطوة الجاية في حياته ويكرمه ويخليه دائما من نجاح لنجاح باذن الله شكرا يا حمزة وبالتوفيق ان شاء الله تبقى بدأك ويسألك بإذن الله